بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يحذرنا الله تبارك وتعالى من الشيطان فيقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأملكم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الشيطان أيها الإخوة كما ثبت بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة يطلق على فالأصل على شيطان الجن وهو الذي سماه الله إبليس وأطلق عليه اسم الشيطان كما يطلق اسم الشيطان على الشيطان الإنسي فالذي يكون سائرا في طريق الشيطان الجني ومنفذا له في تعليماته ومتعدا عن الحق وصادا عنه يطلق عليه في القرآن والحديث اسم الشيطان بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة تعوذ من شياطين الإنس والجن قال يا رسول الله أو من الإنس الشياطين قال نعم والله سبحانه وتعالى يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول أرورا ويقول سبحانه وتعالى في آخر سورة الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وحتى يتذكر الإنسان المؤمن أن من الإنس شياطين يؤثرون كشياطين الجن بل أشد تقول العامة في مثلها القديم كلمتين في الإنس سحر فمن الممكن لشيطان الإنس أن يوسوس ويتكلم بأشياء فيؤثر على الإنسان ولهذا يحذرنا الله سبحانه وتعالى من الشيطان باسم الشيطان وباسم وسوسته يا أيها الناس الخطاب للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم كلوا مما في الأرض حلالا طيبا مما في الأرض هذا رسككم أخرجه الله لكم يذكركم الله سبحانه وتعالى أنما تأكلون من الأرض من النباتات أو من الأنعام التي تعيش على الأرض وهذه هي كل أغذيتكم بل وألبستكم أيضا من الأرض كلوا مما في الأرض حلالا طيبا جميع ما في الأرض خلق لكم حلالا ولا تتبعوا خطوات الشيطان هنا الآية نصت على أنه حلالا أي أحله لكم طيبا أي من الطيبات فالله أحل الطيبات وحرم الخبائث الطيب الذي هو مستلز ولا ضرر فيه أما إذا تلزز الإنسان بأكل شيء وكان فيه ضرر مثل لحم الخنزير فلا يعتبر هذا حلالا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حلال أيضا عندما تكسبه بطريق حلال أما إذا اكتسبته بطريق حرام فليس حلالا طيبا هو في الأصل مستطاب ويجوز أكله ولكن أخذته من حرام فليس حلالا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان لا تتبعوا الشيطان عن طريق الوسوسة يوسوس للنفس الإنساني الأمار في السوء فلا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوا مبين إن الشيطان عدوا ظاهر العداوة لا يأمركم بتحريك شهواتكم إلى محرم من أجل مصدحتكم إنما من أجل أن يؤذيكم في الدنيا ويؤذيكم في الآخرة إنه لكم عدوا مبين مبين بيّن العداوة إنما يأمركم بالسوء قبل أن أذكر على قولي تعالى خطوات الشيطان خطوات الشيطان طرائقه لماذا عبر بالخطوة؟ لأن الشيطان أيها الإخوة الشيطان الإنس والجن لا يأتيك مباشرة يقول لك أكفر بالله اعمل كذا إذني لا ينقلك خطوة خطوة من النظرة المحرمة إلى غيرها إلى غيرها إلى غيرها من تحبيب المال أكثر من اللازم إلى سعي النسان وراء الحرام فهو ينقلك من شيء إلى شيء حتى يوصلك ولا يجب الله تعالى إن استطاع إلى الكفر لنه لكم عدو مبين إنما يأمركم لماذا يأمر الشيطان؟ بالسوء السوء أي الذنوب الصغيرة والفحشاء أي الذنوب الكبيرة هذه خطواته ينقلكم من حالة إلى حالة إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا يعلمون حتى يوصلكم إلى الكفر عليها بالله تعالى فتقولوا على الله ما لا علم لكم به وأساس أديان السماوية أيها الإخوة العلم بالله ما معنى العلم بالله؟ هل معنى أن كل الله موجود؟ طعم كل الناس يؤمنون بأن الله موجود العلم بالله أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور والمتصرف هو الذي خلق لنا كل شيء نتناوله ونتغذى به هو الذي خلق لنا أجسامنا هو الذي خلق لنا الأجهزة التي تهضم الطعام فتقتقل إلى الجسم فيستفيد منها الإنسان ويتغذى كل شيء في الوجود هو بخلق الله وتسيره فإذا علمنا هذا عرفنا الله وعرفنا أن الطاعة الحقيقية لله لأنه هو خالقنا ويعلم ما يصلحنا ولذلك قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فتفتروا على الله افتراءات تخرجكم من الإسلام ولياذ بالله تعالى كمن يقول لا إله والحياة مادة كمن يقول هو لا دين له إنما هو يعني يسير على هوا هذا ورياز الله تعالى له دين ولكن دينه دين الهوى ودينه دين التسلط على الناس أو على نفسه وإذا قيل لهم أهل الكفار وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله الله تبارك وتعالى أنزل الحق لتطيعوه وتتحرروا عن عبودي لغيره إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ما وجدنا عليه آباءنا مثل الناس في العصر الحاضر تقول لهم يا أخي أطيع الله تقول لك لا ماشي هيك ماشي الحال يا أخي هذا طاعت غير الله لا تجوز لا ماشي الحال إيش ابنا نحين نحن هل بهاير نأكل ونشرب وإلى الأصل أن نأخذ حريتنا فنعيش بني آدم الحيوان يساق أما الإنسان يقاد من داخله وداخله إذا كان مؤمنا عاقلا فيفهم الحرية الحقيقية داخله مرتبط بالله فيتحرر عن الله تبارك وتعالى ولكن هؤلاء المشركين يتبعون ما عليه الناس من الآباء والأجداد فالله ينيع عليهم ويقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا يعني لا يفهمون حقائق الأمور ولا يهتدون ثم يقول سبحانه وتعالى ومثل الذين كفروا إلى آخر الآيات نؤتم إن شاء الله في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته